موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة الفضل على المبعوث رحمة للعالمين من محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين مشاهدين الأفاضل السلام الله عليكم أهلا بكم معنا في حلقة الليلة من الدين والحياة ورد في الأثر كلام ينقله الرواة عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام الله يصف فيه أخا صالحا له والكلام ورد من مصادر عدة ومن يقرأ النصوص يتساءل ترى من هو هذا الأخ الصالح الذي ينزله الإمام منزلة نفسه ويخصه بمزايا رائقة تعظم شأنه وكأن بين الواصف والموصوف رتبة وهل استخدم عبارة الأخ الصالح غير معصوم في وصف أحد ومن عنى الإمام الحسن عليه السلام بوصفه هل كما ذهب البعض بأنه أبو ذرن الغفاري أم أنه عثمان بن مضعون كما ذهب آخرون أينطبق الوصف على أنفال هؤلاء الأجلاء أم أن ثنايا الكلام وبصمة المعصوم تشي بأن المقصود يفوق تلقم الأسماء على رفيع مكانتها فمن هو الأخ الصالح الذي هو أعظم الناس في عين المعصوم والذي لم يكن له فعل أو قول إلا ويحكمه رضا الله جل وعلا هل قصد الإمام الحسن عليه السلام أخاه الإمام الحسين عليه السلام وإذا كان كذلك لما لم يسمه كيف لنا أن نتمسك بعرى الوصف الذي أطلقه الإمام الحسن عليه السلام لنتعرف الموصوف هذا يجيبنا عليه سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان بإجابة تسمن وتغني بإذن الله تعالى السلام عليكم سماحة الشيخ عليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام روى كل من صاحب البحار ومن قبله الشيخ الكليني في الكافي ومن قبلهما ابن شعب الحراني في تحاف العقول أو لنقل في وقت معاصر للكليني رووا جميعا عن الإمام الحسن المجدب عليه السلام في وصف أخ له صالح وهناك اختلافات يسيرة بين النصوص المنقولة سأنقل من نسخة الحران حيث يقول الإمام عليه السلام في وصف أخ له كان من أعظم الناس في عيني وكان رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في عينه كان خارجا من سلطان الجهالة فلا يمد يدا إلا عن ثقة لمنفع كان لا يشتكي ولا يتصخط ولا يتبرم كان أكثر دهره صامتا فإذا قال بذ القائلين كان ضعيفا مستضعفا فإذا جاء الجد فهو الليث عادية كان إذا جامع العلماء على أن يستمع أحرص منه على أن يقول كان إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت كان لا يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول وكان إذا عرض له أمران لا يدري أيهما أقرب إلى ربه نظر أقربهما من هواه فخالفه كان لا يلوم أحدا على ما قد يقع العذر في مثله هذا الكلام الصادر عن إمامنا الحسن عليه السلام نسبه بعضهم إلى علي عليه السلام واختلفوا في من هو الرجل المقصود فقيل هو عثمان بن مضعون وهو رضي الله عنه ولئن كان من أجلاء الصحابة إلا أنه توفي قبل ولادة الإمام الحسن عليه السلام أو في السنة التي ولد فيها نحن لا نريد إلا أن نبجل هذا الصحابي الذي كان من أهل السابقة والنسك والإفة والجهاد إلا أن مجمل ما قاله الإمام الحسن عليه السلام لا ينطبق بكله عليه وذهب بعض من نسب الكلام لعلي إلى أنه يقصد به عثمان بن مضعون لكن ما روي عن علي عليه السلام في اختلاف في اللفظ مع النص الذي أوردناه ثم تختلاف في النص قال آخرون إن المقصود به هو الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري وهو أيضا من ذوي السابقة والفضل لا ريب لكننا وجدنا الإمام الحسن عليه السلام في بعض مخاطباته لأبي ذر يقول له يا عم في دلالة منه للناس على عظيم مقام أبي ذر لدى سيد شباب أهل الجنة لكن أيضا فإن مجمل الكلام لا ينطبق طباقا كليا لسيقا بأبي ذر الغفار على جلالة شأنه وعظم بلائه وجهاده من حقنا أن نسأل من قصد الإمام الحسن الزكي عليه السلام بأخ له يملك تلك الصفات الأعلائية فلو قال قائل إنه يقصد صنوه الحسين عليه السلام لوجدنا معصوما يصف معصوما فيكون الكلام قاصرا عن مقام أحد سيدي شباب أهل الجنة ولو أراد الحسن أخاه الحسين عليه السلام لصرح باسمه وقد سبقه بالتصريح باسمه رسول الله وعلي وفاطمة عليه السلام لكننا نقول أليس من احتمال قوي أنه أراد بهذا الكلام أخاه أبا الفضل العباس عليه السلام حيث سجل له شهادة للتاريخ دون أن يسميه كي لا يعبث العابثون بالإسم ويغيرون عليه كعادتهم ويلبسون هذا الكلام الجليل لرجل مخترع من عندهم هزيل سنحاول إذن الوقوف عند كل فقرة وردت مستحضرين شخص المولى القمر لنرى مدى انطباقها عليه صلوات الله وسلامه عليه عنوان كلام الإمام الحسن عليه السلام هو وصف أخ له صالح لو عدنا إلى الزيارة الواردة عن الإمام المعصوم عليه السلام التي اختص بها عمه أبا الفضل العباس لوجدنا بعد الانكباب على القبر أن يقول الزائر السلام عليك أيها العبد الصالح ثم في موضع آخر بعد الانكباب على القبر مستقبلاً القبلة يقول السلام عليك أيها العبد الصالح عبارة العبد الصالح يمكن لنا أن نستعملها في وصف شخص من عباد الله الذين تنضح أفعالهم ووجوههم بالخير والبركة من الله ورسوله وأهل بيته لكن عندما يصف المعصوم عليه السلام في أكثر من موضع أبا الفضل العباس بالعبد الصالح فهذا يعني عبودية لا كما نعهدها لدى عامة الناس كما يعني الصلاح إشعاعاً ممتداً إلى النفوس والقلوب كلما اقترب منه أحد كلما ازداد هدى وضياء أبو الفضل العباس العبد الصالح يعني من جملة ما يعني حضوره على مستوى الحق المحض المجرد كأنموذج راق ليس بينه وبين المعصوم سوى رتبة واحدة تجعل منه التالي مباشرة بلا فصل ففي كون أبو الفضل عبداً بهذا المعنى يعني طغيان التسيد الإلهي على كله جسداً وجسماً روحاً ونفساً قلباً وقالباً ثم يستطرد الإمام الحسن عليه السلام ليقول كان من أعظم الناس في عيني وكان رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في عينه فموقعه لدى الإمام عليه السلام أنه من أعظم الناس في عيني وهل خلق الله أعظم من محمد وعلي وفاطمة والحسين ومعهم الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليهم هؤلاء خارجون تخصصاً لأنه لا يقاس بهم أحد لكن عندما يصر أبو محمد الحسن عليه السلام أن يجعل من ذلك الشخص في سجلات الأعاظم فهذا يعني أنه نزله منزلة نفسه ونفس أخيه الحسين نعلم ذلك من قول أبي عبد الله لأبي الفضل العباس اركب بنفسي أنت ونعلم ذلك من زيارة عاشوراء التي سلمت على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ولم تأتي على ذكر أبي الفضل بداهة أنه نفس الحسين والحسين نفسه هكذا نفهم أبي الفضل العباس عليه السلام من خلال تجميع تلك النصوص ومطابقتها فإن لأهل البيت لحنا في الكلام الموفق الموفق من يهتدي لسبر غوره والغوص في دورره فلقد كبر عليه السلام في عين المعصوم عندما صغرت الدنيا في عينه فلم يكن يأبه لها أو يقيم لها وزنا إلا أن تكون بلغة لرضى أولي الأمر فهو المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما علاقته مع الدنيا فهي تصغر في عينه وتتصاغر أمام قدميه إلا أن يصبح فيها ما يقوم حجة فتجده السباق لإقامة أركانها والغريب العجيب في أب الفضل عليه السلام أنه شهد مشاهد أبيه وأخيه الحسن واستشهد بين يدي أخيه الحسين عليه السلام عليهم السلام جميعا فما وجدنا في التاريخ لشخصه حيزا خاصا بل كان كل تاريخه أن يجعل من ذاته ذلك المتأدب بأدب المعصوم الحجة ونحن نعلم أن التاريخ أخفى الكثير من مكارم أب الفضل وأخفى كثيرا من تفاصيل حياته الشريفة لكننا نعلم يقينا أنه تعمد عليه السلام أن يخفي ذاته لغلبة روح الفداء والتضحية في كل ذرة من كيانه يقول الإمام الحسن عليه السلام كان لا يشتكي ولا يتصخط ولا يتبرم وكان أكثر دهره صامتا بالفعل لم نسمع في تاريخه عليه السلام أي شكوى أي ضجر أي سأم أو ملالة كان آلة حب وتضحية سيالة ففي الوقت الذي كان يشكل أمانا وملاذا دائما التفرغ في بيت أمير المؤمنين كان بنفس المقدار ذلك المعطاء الذي يخدم الكل ولا يرضى أن يخدمه أحد وقليلا ما نجد في التاريخ من يحسن ويطقن الإيواء إلى نفسه صمتا وتفكرا ويبقى حسه العلم والعمل مالي الدنيا كلها وهل لأحد أن يتصور بيت علي عليه السلام وإمامة الحسن وعاشراء الحسين دون العباس إنه لأمر محال تماما المفارقة في كلام الإمام الحسن عليه السلام في وصفه أنه يقول عن العبد الصالح كان ضعيفا مستضعفا فإذا جاء الجد فهو الليث عاديا ترى كيف يمكن أن نتصور ضعفا واستضعافا ممدوحا إلا أن يكون ذلك التطامن من أب الفضل عليه السلام لقرارات السماء التي يترجمها أبوه وأخواه هنا يغضو الضعف قوة والعسر يسر والإنصياع حرية فإذا جد الجد طمط بالركاب كي يستحضر تلك الحرية في حركة دائرية بسيف مسلول ورمح مشهور وللمشاهد أن يتخيل يد أبي الفضل العباس تحنو على أسفل قدم العقيلة زينب لرفع جسدها المبارك على هودج السفر نفس تلك الياب قد انصهرت في مقبض السيف تحصد الرؤوس وتحطم الجماجم نعم هو الضعف القوي في وقته والقوة الساحقة في وقتها وكلاهما ضدان أعني الصحوة والمطر معا ما استطاعوا أن يحجبوا بدر بني هاشم وقمرها المنير الصاطع كان إذا جامع العلماء على أن يستمع أحرص منه على أن يقول فإذا قال بذ القائلين كيف يمكن أن نفهم تلك العبارات إلا أن أبا الفضل عليه السلام كان حريصا كل الحرص على أن يسمع من أبيه وأخويه ليملأ مخازنه من كتب السماء حتى إذا خلى ببقية الخلق سيل ذلك العلم بما يبذ السامعين الذين يريدون أن يقول للناس ما عندهم لقد غدى أبو الفضل أبو الفضل بهذه الجملة آلة عظمى للحجية فهو الصامت في مكان التلقي المتكلم في موضع الاحتجاج وهكذا يصبح للمعصوم ما يتفوق به على عصى موسى وإطلالة عيسى ونسك إبراهيم عليهم السلام معجزة علمية تسير على قدمين صنعت على عين الله تعالى وعين المعصومين وكان إذا عرض له أمران لا يدري أيهما لا يدري أيهما أقرب إلى ربه نظر أقربهما من هواه فخالفه إن أبا الفضل كان يدري ويعلم وهو العالم الذي أخذ من العلماء الربانيين لكن عبارة الإمام الحسن عليه السلام أعمق بكثير من فهم ساذج سطحي حقيقتها أنه ليس للعباس على الإطلاق في داخله أنا بل تحولت الأنا لديه إلى هو الله لا إله إلا هو فلم يكن له من فعل أو قول إلا ويحكمه رضا الله هذه العبارة وحدها تشي بعصمة مكتسبة شعت إلى نفسه من أكثر من معصوم فمسه منهم ما كانت نفسه الشريفة قابلة لبلورته إلى الحد الأقصى تسيدا لله على نفسه ترى هل بعد كل هذا يحق لنا أن نفترض أن الحسن عليه السلام أراد بكلامه أخاه العباس أم لا وهل كان هذا الكلام منه عليه السلام إلا تعريفا بحقه التي قالت عن حقه الزيارة لعن الله من قتلك ولعن الله من جاهل حقك واستخف بحرمتك فقد ساوت الزيارة بين قاتله والمستخف بحقه وحرمته هكذا علمنا الإمام الحسن أن نندمج مع حق أخيه العباس ومن بعد ومن قبل هل كانت الزهراء عليه السلام حاضرة في نفس أبو الفضل هل سأل عنها أباه علي أم استخبر خبرها من ولديها الحسنين أم من طول مناجاته للعقيلة زينب لم يرى لم يرى أبو الفضل أمه الزهراء عليهما السلام بعينه الباصرة بل رآها ببصيرة جعلت من السهم النابت في عينه لا يلغي تصميمه على أن يهديها كفيه مقطوعتين واحدة باسم الحسن وأخرى باسم الحسين وأخالوا أن الزهراء عليه السلام قد حرصت على الكفين أن يبقيا في صدرها المحزون بردا وغضبا حتى تخرجهما يوم القيامة حجة كبرى وراية عظمى إن كتب لنا أن تلتقطنا شفاعة الزهراء عليها السلام فلا شك أن للكفين دورا في ذلك إن شاء الله أطل الله بعمرك بحق الحسن المجتمع أبو الفضل عباس سمحت الشيخ ممنونك نحيي سادة المشاهدين في ميزان حسناتكم إن شاء الله سمحت الشيخ لماذا رجحتم أن يكون المقصود بالكلام كلام الأمم الحسن عليه السلام هو أبو الفضل عباس إن لم يكن هو فمن يكون من حقي أسأل ورد المقطع تحت عنوان الإمام الحسن يصف أخا صالحا له في أقدم كتبنا يعني في الكاف الشريف في تحف العقول ومن ثم نقله صاحب البحار وغير صاحب البحار في وصف أخ صالح له بدي أفترض أن العنوان ليس من أصل الروي وإن كان هناك ما يرجح ذلك ترى يعني يعني عندما بوّب الكلين وضع العنوان من عنده ما فيني أفترض هاك إلا بنسبة ضئيلة أو عندما بوّب لماذا اتفقت العناوين بين الكتب القديمة كلها لأن العنوان جزء من الناص فإذا كان العنوان جزءا من الناص فهو صريح في وصف أخ له صالح طب من هو الإمام الحسن عصر جملة من الصحابة قالوا عثمان بن مضعون عثمان بن مضعون توفي إما في السنة التي ولد فيها الإمام الحسن أو قبل ذلك بقليل قالوا يقصد أبا ذر الغفار نلاحظ في بعض مخاطبات الإمام الحسن لأبي ذر كان يقول له يا عم يعني عطا حقه أضف إلى ذلك الكلام الذي ورد أعلى شأنا من أبي ذر مع احترام الشديد ما أقلت الخضراء ولا أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر عراسي وعيني بس الكلام أبعد من أبي ذر يصف أخا له من يكون لماذا لم يسمه هل يصف الإمام الحسين عليه السلام انتبه إذا كان يصف بهذا الكلام الإمام الحسين عليه السلام كان ينبغي أولا أن يسميه لأن التسمية المعصوم من المعصوم كانت وردي من زمن رسول الله ومصرح به الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة فاطمة بضعة مني علي مني كنفس رسول الله علي مدينة لا أنا مدينة العلم علي بابه صره لما نآل يا بني اللهيعة لتنتهين لتنتهين أو تنتهن أو لأبعثن عليكم رجلا مني كنفسي بقي مجهول حتى قال هو خاصف الناع علي بن أبي طالب دل عليه أضف إلى ذلك إذا أراد الإمام الحسن أن يصف الإمام الحسين لا بد أن يكون الكلام أقوى من هذا في رتبة بسيطة جدا يدركها من يعرف لحن كلام أهل البيت عليه الصلاة طيب من يكون هذا الرجل منطقه صواب صمته عبادي إذا قال بذل قائلي أسكتهم أخرسهم من من الصحابة عالش هو ضعيف مستضعف فإذا جد الجد فهو الليث عادي طبعا ضعيف مستضعف على جسده الشريف ارتقت زينب بقدميها على هودجها ما هو الحملها هو كفيلها والكفيل يقوم بكل ذلك أي استضعف هذا أي ضعف أمام قدم الحق قدم بنت الزهراء الحوراء الصغرى على كفاه رفعها على الهودج الله يعني إذا بدك ترسم الصغرى ترسمها تتخيل تتخيل كم كان مغطبطا بأن قدم أخته على كفاه يرفعها وربما بأسنانه يبقي العباء وعي كفاه على قدميها المباركتين هذا أبو الفضل إذا جد الجد تمطى بالركاب فقطعه بطل انحدر على العراق ضعبعهم عندما نقرأ ماذا فعل أبو الفضل لو جمعت صناديد العرب كلهم باستثناء أن يكون علي عليه السلام والحسنات ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وآله ما فيه هذا زرع الله مو زرع إنسان عادي هذه صناعة الله عز وجل من يصف الإمام الحسن من تنطبق عليه الشروط من هو العبد الصالح بالمعنى الذي أراده الإمام الحسن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه من هو هذا نلحأ الفقرات نجد أن لها ما يعضدها في الزيارات وسبق إذا بتذكر أن فرغنا نحن أربع حلقات لشرح أربع مقاطع من الزيارات من زيارتي أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه بتقولي تجزم شيخنا لا أجزم لكن هو الاحتمال الراجح عندي احتمال بنسبة 95% أن هذا الكلام أريد به أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه نعم نعم لا شك في ذلك سمحت الشيخ طب ذكرتم مسألة الإغارة على الأسماء وكيف كان المعصوم اسمع بالفضل طيب كيف نتوسع في شرح هذا ربما لم يسميه الإمام الحسن خوفا من الإغارة عليه يعني لو قال إني رأيت العباس يفعل كذا وكذا وكمل النص مهيك نعم من يدريك أنه عندما يتولى بن العباس السلطة سيغيرون على اللقب لمصلحة جدهم جدهم العباس أنا ما عندي إشكال مع العباس عم النبي وعراسي وعيني بس ليس هناك طبعا هذا من الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا له قربة برسول الله له مدح من رسول الله كله على رأسي وعيني لكن ليس هنا هنا ليس في هذا الكلام الإغارات على الألقاب إذا عندك حدلت أخره نرجع للسؤال بس سام من العراق نتصل الأول سلام عليكم اتفضل واخد سام سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضلوا سلام عليكم شيخ نشون عليكم السلام العصو السؤال يا مدل المؤمنين وغيرها من محاولات اغتيال الإمام حسن والخنجر اللي غير زوفي ساقة أبو أبو الفضل كيف التطاع عن يقصر يعني هل كانت إلى محاولات يعني الحديث مع أخي طلب بالإذن بالقتال ذاك الوقت نعم شكرا بسام شكرا جزيلا فضل سمت إغارة على المناقب كانت ديددا لدى الناس مفهمين قال روى المسلمون أنا مدينة العلم وعليهم بابها بعد شوي شو إجا واحد شو إجزاد قال ومعاوية حلقتها وكهل رأيتم باب يتقاتل مع حلقته بيصفين وبينزل بيناتهم قتل نعم معنا أخ طاكي سماحة الشيخ طاكي سلام عليكم تفضلوا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله طاكي تفضل أنت شو علي تفضل سؤال الأول تفضل أعلموا أن ملح camer الدنيا لعب ولا أعلموا كرر 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 أخطقي كرر أعلموا أن أن ملحbn دنيا لعب ولا أن دنيا لعب أن متاع الدنيا أن لعب ولا لعب ولا طيب الآية الثانية فحسنتم وانما خلقناكم عبثا وانكم الينا ترجعوا مقابينا. نعم. ايه شو هو الرابط بين الايتين يعني ماذا تريد ان تسأل? نعم. مرة تكون الدنيا لهو ولعب. ومرة تكون ان الله لم يخلقنا عبثا. عبثا. نعم. تفسير بين الناس تفسيرا. نعم. 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 شكرا طقي. شكرا ثاني. فضل. فضل. هل الموت المفاجر للمؤمن هو راحة له ام لا? نعم. شكرا طقي. شكرا. نعم صباح الشيخ. فنجد على متى التاريخ اغارة على الالقاب. الصديق الاكبر من هو في هذه الامة؟ علي عليه السلام بالنصوص المتواترة. اغير على لقب الصديق واعطي لغير علي عليه عليه السلام. ونمى وافرخ واصمع له. الصديقة من هي في هذه الامة؟ الزهراء صلوات الله وسلامه. أغير على اللقاب. وأعطي لغير الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ولهذا الله يطول بعمره الشريف سماحة آية الله سيد مهدي الخرسان. عنده كتاب في هذا نهاية التحقيق في معرفة الصديقة والصديق. وبحث هذا الامر بحثا بلغة جزلة ولا تنقصه هو من كبار المحققين والعلماء. الله يطول عمره ويمد بالصحة والعافية. ألم يغر على ألقاب رسول الله صلى الله عليه وآله فجعلت لبعض خلفائه؟ ألم يغر على ألقاب لله عز وجل؟ ما قال الشاعر الزنديق لأحد خلفاء بني أمية ما شئت لا ما شاءت الأقدار حكم فأنت الواحد القهارو؟ قال هؤلاء؟ ما إجا الحجاج قال إن خليفة القوم أفضل من رسولهم؟ إن الخليفة في القوم أفضل من رسولهم؟ وأنا لا أعلم أفضل من عبد الملك بن مروان الذي وله رقاب الناس منه؟ لم يبقى منقبة لأهل البيت عليهم السلام إلا وأغير عليها. الحسن والحسين سيداء شباب أهل الجنة طلع من يقول فلان وفلان سيداك كهول أهل الجنة هلأ إذا بدي يطلع ختيار على الجنة شو بيستفيد منها؟ ليش في الجنة كهولة حتى يكون؟ إذا طالع خالص كازو شو بده يستفيد بالجنة؟ بده يرجع شاب لأنه فيه الشباب هو الذي يتلاءم مع النعيم أما إذا بده يفزع من الكوليسترول لا يوجد كهول في الجنة إغارات ممنهجة منظمة كانت ولما تزل على مناقب أهل البيت لذلك فينا نتعقل أن الإمام الحسن ترك النص مبهما وتركه للتاريخ ثم نراكم الأدلة على كل فقرة من الفقرات فنجد لها ما يعضضها من الأحاديث التي وردت بحق أبي الفضل العباس فنصل إلى النتيجة المتوخة المرجوة بس سام العباس صلى الله عليه وسلامه عليه في التراث الشعب العراقي يقولون أبو راسحامي يعني سريع الإجابة سريع يفهم فهم خاطئ أنه ربما سريع الغضب لا 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 العباس صلوات الله وسلامه عليه من أحكم الناس شهد ما شاهد أبيه عندما كان أبوه في صفه يجندل الأبطال كان العباس ظلا خفيا في ليلة الهرير وفي غيرها يفعل فعل أبيه عينه بعين أبيه قيمة أبي الفضل العباس هنا أنه أطاع أولي الأمر إطاعة مطلقة فإذا أشار الحسن بالصبر دقيقة بعينه اصبر خلاص كان ضعيفا مستضعفا أمام أمر المعصوم فإذا جد الجد و أذن له المعصوم فعلا بطل أطل على العراق درغامها كان ليث عاديا كان ليث عاديا أو كان هو الليث عاديا هذا هو الغيل الله يذكر بالخير صديقنا محمد الحرزي هذا هو الغيل فاحذر قبل تدخله ألا تري ليثه الإذلال والفرق فكان حاميا لظهر أخيه هل كان مع الحسن حين دخل الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في مظلم صابات عندما كمن له وهذا أمر طبيعي ربما كان معه أبو الفضل لكن لم يستطع أن يستدرك سرعة ما فعله ذلك الخارجي كما كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع رسول الله في أحد ومع ذلك علىه شلت يداه ابن قميئة بالسيف على خده لرسول الله حتى دخلت حلقات المخفر في وجهه الشريف وحتى دخلت أسنانه في شفته رباعيته دخلت في شفته العليا وبقي ينزف رسول الله لا نقول إن علي عليه السلام قصر هناك كان يكر على الكتيبة لا يبالئ فيها كان حدفه أنفي سواها بأوامر مباشرة وبصوت مسموع من رسول الله صلى الله عليه وآله وجبريل في السماء يقول لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار فلكن عندما يأمر الإمام الحسن بالصابر شوف كيف بيقلب المعادلة وجود أبو الفضل أنظر أولم يرسل الوليد ابن عتبة وفي محضره مروان ابن الحكم خلف أبي عبد الله لأخذ البيع ليزيد فأخذ معه أبو عبد الله بني هاشم على رأسهم أبو الفضل العباس قال إن سمعتم صوتي قد على فادخلوا مروان من نكر كحكح ورّت عثمان بن عفان هو أحد الذين ورّت عثمان بن عفان فصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصغره بعدين شعاط صار غلب على أمره مروان حتى ضج منه الزبير طلح وأفتت عائشة قال تقتلوا نعثلا قتله الله فقد كفر بكل الأحوال مروان موجود والوليد بن عتبة بن أبي معيط ومش مزحة يعني دخل الإمام الحسين علموا من في الباب وأنه مأمور يسل السيف قال مروان حسين جي إن خرج حيا لن تحظى منه ببيعة إذا ما ببايع اقتلوا لماذا لم يتجرأوا على قطل لأن بالباب أبو الفضل أبو الفضل وما ما أدراك ما أبو الفضل حتما عسسهم قال لهم بن هاشم بالخارج وحتما سألوا مين بني هاشم قالوا لهم ما شفنا من ضوء القمر أحد إلا أبي الفضل العباس هذا هو واقع الحال هذا هو واقع الحال معنا فهد من العراق فهد سلام عليكم تفضلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام والرحمة اسمي سعد وليس السهد عذرا عذرا تفضل أخ سعد إذا كانت الرواية ما حددت الاسم اسم الأخ المرسود فهل يمكن يكون محمد بن الحنفية أو جحفر ابن أبي طالب لأنه هم بالعمر أكبر من أبو الفضل العباس عليه السلام يعني أبو الفضل العباس عند شهادة الإمام الحسن كان عمره ما يجاوز 25 سنة أو أقل بقليل هل يمكن احتمال هذا يكون واحد من هؤلاء الاثنين وشكرا لحضاراتكم سكرا حياكم الله فبرجع موقف الإمام موقف العباس من صلح الإمام الحسن ليس له موقف مستقل موقفه موقف الحسين هل سمعت أن الحسين عليه السلام عارض أخاه الحسن إلا ما دسه بعض الداسين هنا وهناك بأن الحسين كان أميل إلى الحرب والحسن أميل إلى الدعة والسلم وهذا ما كرسه بن العباس في مقام التفريق بين حسني وحسيني وحنيفي حاولوا يخلقوا داخل البيت العلوي التوازنات أنه فلام من نسل محمد بن حنيفي فلام من نسل حسني فلام من نسل حسين علما أنه أكثر ما هب بوجههم من ثورات كان من أبناء الإمام الحسن ولذلك ضغطوا باتجاه أن جدكم الحسن كان ميالا للدعة والسلم ومشه المقول وأول من أطلقها أبو جعفر المنصور أقبل على النساء يتزوجوا واحدة ويطلقوا أخرى وباع الخلافة بقطع من حرير أهداه له معاوية بن أبي سفين هذا حكي يعني لا يستحق أن يقف عنده المرأة موقف أبو الفضل موقف الإمام الحسن إن قام قام وإن جلس جلس عندما أذن له كان يغير معادلات صلوات الله وسلامه عليه ولذلك الزيارة شو بتقول أنه وفق ببيعته لرسول الله ولأبيه أمير الممين ولأخيه الحسن ولأخيه الحسن تشهد له الزيارة بهذه نعم تقي تقي يقول إذا كانت الحياة لهو ولعب فهل خلقنا الله عبثا لنله ونلعب لا لا هكذا لا يمكن الدمج بين الآيتين بهذه الصور الدنيا قياسا على الآخرة إنما هي لهو ولعب الناس نيام فإذا ما تنتبه الدنيا قياسا على الآخرة لهو ولعب وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلموا لهي الحيوان استمرارية الحياة بس أحسبتم أو تحسبون أو يأتي من يحسب أن الله خلق الخلق عبثا لا ما خلق الله الخلق عبثا كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف هو بحاجة إلى أن يُعرف لا الحاجة لك أن عرفك نفسه ولا يمكن أن تعرف ربك إلا أن تكون موجودا فمن عليك بنعمة الإيجاد لأجل أن تنعم بمعرفته أنه لا إله إلا هو فهنا لا يكون الخلق عبثا نعم دنيا قياسا على الآخرة لهو ولعب لكن لم يخلق الله الخلق عبثا وإنما جعل لهم مسار مدكوك في ضمن سنة كونية لا يمكن لأحد أن يتجاوزها نعم هل الموت للمؤمن راحة له مؤولا بدنا نحدد من هو المؤمن ثانيا بدنا نحدد فعلا الموت راحة للمؤمن متى يكون الموت راحة للمؤمن يعني عندما اعتلج السم في جسد المولى أبي محمد الحسن الزكي صلوات الله و السلام عليه قال أخرجوني إلى صحن الدار أخرجوه إلى صحن الدار يعني إلى الدار السماوية التي فهملت عيناه بالدموع قال له قائل يابنى رسول الله تقدم على جدك تبكي قال أبكي لفراق الأحبة وهول المطلع بالنهاية أنتقلوا من دار إلى دار وأنا من أنا هيريدوا أن يؤدبنا صلوات الله وسلام وفقد الأحد هلأ بتلاقي حدا ما بيخاف من الموت اللي بيقولك ما بيخاف من الموت قل له اسمح لي لكن بعضهم أجرأ على اقتحام الموت من الآخر هذا يسمى شجاع أما حدا ما بيخاف من الموت هناك مزيلات للخوف هناك مزيلات للخوف منها حب الشهادة إذا أيقن أنه يقاتل بين يدي معصوم أجنني حب الحسين خب هدف الخشية أن يخرج أحدنا من هذه الدنيا ولأحد في عنقه حق ما الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به ونحن نزعم أن له موحد لكن حقوق الآخرين شو من نعمل فيها ماذا نصنع بحقوق الناس المؤمن من يخرج من هذه الدنيا ليس لأحد عنقه حق هاي وحد نين في حق عام مو بالقوانين في حقوق خاصة وحقوق عامة قد يأتي المدعى عليه فيسقط حقه لكن يبقى الحق العام حق العام يا علي أنا وأنت أبواه هذه الأمة ماذا صنعت أيها المؤمن في بر أبواك هذا أول شيء بده ينسأل عنه كيف يخرج المؤمن من هذه الدنيا مستحقا للشفاعة نعم تكون راحة له نعم يعز علينا فراق الأحبة هول المطلع ماذا سيحدث معنا نقدم على أمر لم نعاينه ما شاهدنا طفل يولد جديد وهو يضحك إلا عم يبكي يعني يعني انتقل من هول المطلع سبحانه الله من أمر إلى آخر كيف سننزل في قبورنا ما الذي سيحدث أمور نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدرجنا تحت ظل كفي أبي الفضل العالم حقيقة إذا المولى سلام الله عليه بسرعة أدائه كما قال بسام أبو راس حامي صلوات الله وسلامه عليه إذا أدخلنا في حماوة أمره ربما فرحنا فرحا كبيرا جدا أحدهم روى لي وهو من أهل الثقة قال رأيت فيما يرى النائم أني توفيت فغسلوني وحملوني وأنا أصرخ وأصيح ما عم تعمله ما حدا يرد علي إلى أن بل طول صيري أدخلوني في قبري وهذا الرجل ما زال حيا يرزق وعم يسمع عنه هو كان في تلك السنة قد قدم قطعة أرض لقاعة حسينية يعني قاعة تابعة لبيته سواها حسينية قاعة خاصة فعلى اسم الحسين وأقيم فيها يعني ولا يزال يقام فيها فلما أدرج في القبر قال وأطبق علي وأنا أصيح لا تنزلوني حرام عليكم خلوني معكم إلى آخره فلما ألقيت يتبين من هو لكن بيقول اللذة التي أصابتني من رؤية النور جعلتني أندم أني صيحت للناس لا تدفنوني حال خلوني هون أفضل شيء وهذا راح سبحان الله نعم يعني إنما جاءت بهذا لأسهل على إخواني المشاهدين فهم المسألة نحن زي للشكر سمحت الشيخ محمد من العراق سلام عليكم وتفضلوا السلام عليكم وعليكم السلام عذرا على الإطارة محمد تفضل لا لا أكفت إن شاء الله خير أندي يعني أكثر من سؤال إذا أمكن تفضل عميس معك سمحت الشيخ السؤال الأول الجاهل بما في ذمته من صوم أو صلاة كيف يكون عاد محمد لو سمحت كرر لو سمحت ورفعوا لي الصوت شواء الحفو شيخنا السؤال الأول الجاهل بما في ذمته من صوم وصلاة كيف يقضيها يعني الغير العارف ما في ذمته من صوم أو صلاة بصوم أو صلاة كيف يقضي ذلك نعم خاية واحد السؤال الثاني النصوص الثابتة هل يجوز عند الدعاء الإضافة عليها مثل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الوارد عن الإمام سلام الله عليه عند الدعاء بهذا الدعاء يذكر فقط الدعاء هل يجوز الزادة عليه بالدعوة للوالدين والوالد والدين نعم واضح ثالث النصوص أبدا خليه جوز الإضافة عليها نعم سؤال الثالث الخمس كثير من عندنا ما يعرف يعني قيمته أو ما جاهل بأحكامها هل ممكن تقصد حلقة عن الخمس وأحكامها وكذلك الوصية نعم الوصية قبل كم يوم حضرت محاضرة وكانت مهمة جدا عن الوصية حقيقة استفادئة لكن نريد حلقة إذا أمكن نعم إن شاء الله محمد شكرا جزيلا أبو السجاد من العراق سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يسأل الله سبحانه وتعالى يوصبكم من وضع الشيخ كذلك وعلي القائل شكرا شكرا سبيان سبيان سيرة محمد وعلي بي محمد صلوات الله يسألنا محمد وعلي محمد العبو أكم داخل أهنان تبين يعني القرآن تبين موقف أدى القضل سلام الله يقول ذلك الله الرحمن الرحيم الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فشوف مجادة الإيمان وقالوا حسنا الله ونعم الوكيد فأعتقد هذه الكلمة تكررت على لسان أدى القضل سلام الله عليه في يوم عشر فلذلك سيد الآية الأصلاف القرآن بسم الله الرحمن الرحيم كن من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله عشر بإذن الله فئة إذن الله يا شيخ من هو الصابر هل هنا شخص صبرت على القضل سلام الله عليك بعد قضل سنة عبد الله عبد الله نعم هم منالك يوم عشر وراء منولد الماء ونه يغترس غير مولانا على القضل سلام الله عليك شكرا لك أبو سجاد اتصال آخر من أخ محمود من العراق محمود سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أخ محمود تفضل حياكم سؤال عندي رحمة الله وعليك معنى معنى قول أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدم الفجاء سلام الله إذا أرواحنا وأرواح العالمين كلها لتراب المقدم الفجاء فكيف هو الإمام مع هذا الإمام نعم نعم أخ محمود شكرا لك ناصر من السودان السلام عليكم أخ ناصر وعليكم السلام ورحمة الله أخ ناصر تفضل ارفع صوتك ارفع صوتك ناصر عذرا بهدوء لو سمحت السؤال من جديد عي تفضل العي عفا نجعل المسلمون كالمجرمين ما المقصود بالمجرمين هنا نعم 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 واضح أخ ناصر شكرا لك شكرا لكم لما نتصل اسمح لي بفاصل ثم نتابع فاصل المشاهدين الأعزاء ثم لنا من بعده عودة كونوا معنا كرما لعمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين العزاء من الجديد أهلا بكم سلام حياتكم الله سعد سعد من العراق إذا لم تحدد الرواية التي استهللنا بها الحلقة الشخص هل يمكن أن يكون محمد بن الحنفي أو عبد الله بن جعفر أستبعد بشدة أن يكون أحد هذين لأن عبارة المعصوم فوق مكانتهما حتما حتما يعني لا محمد بن الحنفي هناك في طيات كلامه ولا عبد الله بن جعفر مع جليل احترامنا لكليهما ما فينا نجي نفتئة عحدا بس ليسوا في طيات كلامه هذا النص ولا ينطبق عليهم كل النص قد تجد فقرة تنطبق على أحدهما لكن النص بدك تاخده ككل لا أعلم معاصرا للإمام الحسن ينطبق عليه هذا الوصف إلا أن يكون أخاه الحسين أو ابن أخيه زين العابدين أو أبو الفضل العباس وبما أن قلنا أنه لم يذكر المعصوم حتما لأنه لو ذكره لسماه فأستبعد استبعاد شديد أن يكون ما ذهبت إله أخ سعن محمد من العراق الجاهل في ذمته صوم أو صلاة كيف يقضيها لا يتصور سؤالك إلا أنه يجهل المقدار يعني هل علي خمس سنوات أو ثلاث سنوات كيف كيف تحسب تحسب بالنسبة للذكر من حين البلوغ حين البلوغ متى بأحد ثلاث علامات إما خمسة عشر سنة هلالية يعني خمسة عشر سنة ميلادية إلا مية وخمسين يوم أو بالاحتلام أن يأتيه ما يأتي الرجال وهذا قد يتحقق بعمر 12 سنة تختلف باختلاف نسبة الهرمونات في أجساد المراهقي وإما بنبات الشعر الخشن في مواطن حساس في مواطن حساسة من جسده يعني فوق على العانى كرمكم شعر خشن وهذا أيضا يختلف باختلاف البلدان والأشخاص والكورتزون طبيعة الأرض يا أبر الكورتزون التي يحقن بها اللحم والدجاج ويأكله الناس هذا نلاحظ نحن يسرع من خلال عملنا بالمحكمة أنه البلوغ الآن بدأ بـ 12 سنة ونصف تقريبا بهذه العلامة تحديدا نتيجة كثرة الهورمونات التي تنبت الشعر قبل أوانه نعم فبدوا يحسب من حين البلوغ المرأة من أمتم تحسب من بلوغها تسع سنوات هلالية يعني تسع سنوات إلا تسعين يوم ميلادي تحسب من حينه طب بالتسع سنوات لم يكن لها دورة شهرية متى نزلت عليها الدورة شهرية بالـ 12-13 فإذا هاو فيهم قضاء كامل أما ما كان فيه دورة شهرية فلا تقضي الصلاة وإنما هي مكلفة بقضاء الصوم فقط بدأ تحسب لآن أداش عمره واحد 40 سنة لنفترض أنه بلغ في الخمسة عشر يعني هو مكلف بـ 25 سنة 25 سنة أداش صلق بتصلي 10 سنوات 15 سنة بقي في ذمتك 10 أو 15 وهكذا إن جهل المقدار العام ودار الأمر بين الأقل والأكثر بنى على الأقل لأن الشغل اليقيني شغل ذمته انشغل ذمته يقينا يستدعي الفراغ اليقيني اليقيني وين بالأقل ليس بالأكثر الأكثر مشكوكم به هل لا لو جاء بالأكثر هل يؤثم لا بالعكس مستحب أن يأتي بما يتيقن معه تماما من براءة الذم هذا في الصلاة والصوم طيب ماذا في الكفرات انتبه فرق بين أن يكون الإنسان قد أفطر عامدا متعمدا أو أفطر لسفر مثل الإفطار لا بد أن يقابله القضاء منين اجت الكفارة اجت من دليل خاص فإذا كان دليل قرآني فإذا أفطر عمدا متعمدا فعليه أن يكفر إما باعتق رقب أو رقاب ما فيه الآن وإما بصيام شهرين متتابعين وإما بإطعام 60 مسكين إطعام 60 مسكين 45 كيلو جرام من الطعام كل مسكين 3 أرباع الكيلو من الطعام كل ما يصدق عليه أنه طعام كالتمري والقمح والخبز وغيره حتى ولو كان مدعوما من الدولة بإمكانك أن تشتري طحين وتوزعه على الفقراء بمقدار كل يعني 60 مسكين كل مسكين 3 أرباع الكيلو هلأ أنت ملح تقدر ما فيك تعطيهم لمسكين واحد انتبه بدك 60 مسكين هوا عادة مكاتب المراجع عندهم 60 بيجيهم ألف كفارة بيوزعوا ألف على 60 هرفت كيف فبدك تنتبه أيه العمدي الإفطار العمدي أيه كان إفطار لمرض ثم برئت من المرض الله يشافيك وشافي كل الناس فتقضيه نعم النصوص الثال الواردة الثابتة عن المعصومين في الأدعية وغيرها هل يجوز الإضافة الإضافة فيها الإمام الصادق سلام الله عليه علمه دعاء لشخص دعاء الغريق يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هدكي كرر قراء يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار قال له عمعه إن الله هو مقلب القلوب والأبصار اسمعتني قلت والأبصار أنا مقلب القلوب مقلب القلوب هذا الدعاء مخصوص ما تزيد من عنده نهاه أن يزيد من عنده على نص الدعاء فجاء رجل آخر إلى الإمام الصادق قال يا ابن رسول الله إني اخترعت دعاء قال دعني من اختراعك وادعو بالمأثور عنه لأنه أنت ما بتعرف كيف بتخاطب ربا ربا الأدب الخطاب ما حدا أدر أسسوا عملوا إلا أهل البيت أدب الدعاء ما أدر حدا أبدا وصل لي مواصيل قد يصر في صوفية في الإسلام ووجد وهيام ما أدروا وصلوا إلى أدب أهل البيت أدب أهل البيت في الدعاء لأنهم الأعرف بمقام الله عز وجل فلا يجوز الزيادة في النصوص طيب هل تجوز الزيادة لا بقصد أنها جزء منه في الصلاة لا تنتزم بما هو نص يعني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخيرة حسنة وقنا عذابنا هذه أي ما فيك تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنات من لدنك خلاص ما بتعود عم تدعي بالدعاء المنصوص في غير الصلاة إذا كان لا بقصد الجزئي أدعو لوالدي ألحقهما بالدعاء لا بأس بذلك الخمس الخمس أنا سبق أني صحيح أفردت حلقات للخمس أما عن الوصية فما مساويين حلقات لا إن شاء الله إن شاء الله تكون في ضم برنامجنا إن شاء الله رب العالمين أبو سجاد أبو سجاد أطال الله في عمرك الشريف ومشكور على المداخلة خلصت بنتيجتها إلى القول بأنه هل هناك شخص صبر كصبر أبو الفضل العباس أقول نعم هناك من صبر أكثر من صبر أبو الفضل العباس في عاشوراء ثلاثة حتما الحسين سلام الله بلغ به الصبر أن اللعين ابن اللعين شمر ابن ذي الجوشة قد برك على صدري يحتز رأسه وهو صابر محتز وزين العابدين إمام البكائين والعقيلة زين أما الحسين فهو رأس الهرم في كربل وأما العقيلة وزين العابدين فمعصوم وحوراء صغرى حملت كل المأساة حملت أصلا هي ما عمرت بعد الحسين سنة أو أكثر بقليل ماتت كمدا يعني قتلها الصبر الذي أو لنقل قتلت الصبر وسلمت نفسها لبارئها صلوات الله وسلامه عليها شوف انتبه لما نوقف زين العابدين سلام الله عليه في محضر يزيد اللعين قال أنا ابن أصبر الصابرين إن كان يقصد الحسين صلوات الله وسلامه عليه فالوصف ينطبق رجل مكثور قتل أهله وعياله وأصحابه وهو قابض على مقبض سيفه ولسان حاله والله لا أعطيكم بيد إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبي إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة ضجرة وإن كان المقصود وهو الأرجح عليه أنه علي عليه السلام نعم أصبر الصابرين علي عليه السلام هو نفس رسول الله ما أوذي نبي مثل ما أوذي بس الكلام إنه على ماذا صبر علي روي أنه كان بيده عود ينكتف فيه في الأرض فهملت عيناه بالدموع قال له أحد خواصه يا أمير الممين تبكي على ما قال إن على أمور صعبة مرت بها إن أصعب ما يمكن أن تستغيث بالمرء زوجه فلا يستطيع لها ناصرة لأنه في دين في أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله يتألم لألم الزهرة هذا صبر تعجز عنه الجبال الرواسي لكن فيه أكثر من ذلك برأيي أصبر الصابرين أمر يتعلق بأصل الخلقة والجبل رجل كان نوراً متحداً مع نور رسول الله صلى الله عليه وآله شهد الملكوت من نشأته إلى استمراره انعدم الزمان لديه وهو نور لم يكن زمان ولا مكان ثم ألحق إن ما بساق العرش ثم ألحق إن ما بسدرة المنتهى ثم ألحق ثم أنزلت نفسه المباركة على جسد في أوعر بقاع الأرض مع أعتناس مع فراعنا من أبي جهل وأبي لها بصولاً إلى أصغر منافق صادفه علي عليه السلام طيب أي صبر هو هذا ألا تجدون إخوة الكرام أن بعض أصحاب النعمة بيكون عنده نعمة فيحرم منها فينتحر أو بإخوات قل من يصبر على زوال النعمة في ساق العرش في ساق العرش تجد حطه يقرن إلى فلان وفلان وفلان وعلان وعلان وفلان حتى يقال علي ومعاوي مو أصبر الصابرين هذا صلوات الله وسلامه عليه نعم هناك من صبر أكثر من أبي الفضل ومع ذلك فإن صبر أبي الفضل لتعجز عنه الجبال محمود محمود يقول عندما نخاطب صاحب الزمان أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمك الفداء إذا كان هذا لتراب مقدمه فكيف لحضوره المبارك واقعا وحقيقة بعد هالفترات مئات الأعوام التي مرت ونحن نقول اللهم نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وتظاهر الزمان علينا وشدة الفتن بنا أصبح لوجوده قيما مضاعفة لدى بعض النفوس حقيقة نسأل الله أن نكون على مقدار هذا التكليف العظيم فيما يروى عن بعض علمائنا الأعلام أعلى الله كلماتهم المباركة أنه عندما هاجم الروس شمال إيران واضطربت الأحوال والأمور وكانوا يعدون لحملة قوية يوم قصف مقام الإمام الرضا صلى الله عليه وسلم وحتل جزء كبير من شمال إيران من ما سمي بالاتحاد السوفيتي بعد ذلك فأحد الجرح كان موجودا قال الآن يكسرون وإذا بعض الظهر وصلهم خبر وفاة القيصر أو ما شاكل ذلك أو وفاة قائدهم فانسحبوا وأعادت القوات الإيرانية سيطرتها على البلاد والعباد فهذا الطبيب اللي كان عم يعالجه ركد وراء لا يشوفه قال له أنت صاحب الزمان قال له يا عمي أنا رجل عادي أنا أتصل بمن يتصل بصاحب الزمان صلوات الله وعندي هذا العلم منه النور البرهاني الذي يخرج به الإمام صلوات الله وسلامه عليه تصور أنه رسول الله يصفه يقول اسمه يواطئ اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلة طيب يا رسول الله لماذا لم تملأها أنت قسطا وعدلة هذا الدور ليس لي هذا لبضعة مني هذه خصوصية له يحكم بدون بينة بحكم داود كيف تملأ الأرض قسطا وعدلة إذا لم يكن مسلطا على نوايا الخلق ليحاسبهم على أساسها نعم روحنا وأرواح العالمين لمقدمه الفدى ناصر من السودان حياك الله حيا الله أهل السودان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الفتنة من بلادكم وتستقر أموركم وتهدأ خواطر أهلنا في السودان لما فيه مصلحة بلادهم قاصة وأنهم محاطون بأخطار كبيرة 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 نسأل الله أن يحميهم مما هو آت آمين رب العالمين أن أجعل المسلمين كالمجرمين شوف أطلق القرآن كلمة الإسلام وأراد بها عدة معاني المسلم من قال لا إله إلا الله محمد رسوله طيب ما هذا يشمل أقسان يشمل المؤمن الذي يفعل كل الواجبات ويترك كل المحرمات ويشمل المنافق الذي أظهر شيئا حقن به دمه وأبطن شيئا كاد فيه للإسلام الفاسق يقول لا إله إلا الله محمد رسوله مع ذلك فهو فاسق فسق الشيء أخرج شرارا إذا بتحط نقطة ماء بالسراج بالطش فيقال فسق السراج خرج عن طبيعته وفيه إن إبراهيم كان أمة قانتا سمى نفسه مسلما وسماكم المسلمين هنا معنى أخاص يصبح المسلم من سلم الناس من يده ولسانه المسلم الذي هو ضعيف مستضعف أمام الحق قوي مستبد في سبيل تحصيل الحق لذلك أخ ناصر شؤال ما قال أن أجعل المسلمين كالمشركين لا أن أجعل المسلمين كالكافرين كالمجرمين مما يعني أن المسلم لا ينبغي أن يكون مجرم لا ينبغي أن يكون باغيا لا ينبغي أن يكون ظالما لا ينبغي أن يعتدي فإذا اعتد المسلم خرج من ربقة هذا الإسلام أصبح مجرما وإن قال بالشهادتين أولم يقتل المسلمون بعضهم بعضا دون وجه حق الآن القتل الذي يجري أخ ناصر في أزقتنا وفي بيوتنا وفي أحيائنا وفي كل هذا الوطن الإسلام الذي يستنزف على مدار الساعة بين حكومات وأنظمة وبين شعوب وبين شعوب فيما بينها وبين عرقيات مختلفة لك هاودي الآن الآن ببورما ما فيك تهديهن عن المسلمين وراحوا عطوها آل جائزة نوبل للسلام وهي التي تترأس الآن الحمد لله الله رمى كيدهم في نحرهم بكل الأحوال هون عم يجعل من المسلم ذا دائرة وتعريف خاص من سلم الناس من يده ولسانه وإلا أدرجه مع المجرمين وهذا ما نبهت إليه الآية الشريفة إذن كلمة الإسلام أو المسلم أو السلم أو كلها الاشتقاق في القرآن أطلق ويجب استلال المعنى من السياق لأن السياق يكشف عن استعمال في أكثر من معنى نعم نختم استسمح لي سمحت الشيخ بالعودة إلى المتنة نختم معكم هل نزل الحسنان صلى الله عليهما أخاه مع العباس منزلة نفسيه؟ أو عندك شك في ذلك؟ أسألك لأتبين اركب بنفسي أنت نزله منزلة نفسي أنت أخي وحامل لوائي وقائد جندي ما بقى فيه جند يا أبا عبد الله قائد جندي هو القائد لو لم يبقى غيره هو القائد الآن انكسر ظهري وهل يملك المرء أعز من ظهره عندما يقول له الآن انكسر ظهري لمن بيقول له لا يومك يومك يا أبا عبد الله هو أولم يكن أبو الفضل العباس ركن من أركان هذا اليوم الذي هو من أيام الله والذي لا يزال جرحه مفتوحا حتى قيام القائم صلوات الله وسلامه عليه واسوه بنفسه بس هو الأبو الفضل طبيعته لا وجود للأنا في ذاته أبدا في وجود لله ولمن نصبه الله عنده أبو كل شيء رسول الله لم أشاهده أؤمن أنه خير خلق الله وأننا حملة رسالته أؤمن بأبي أمير المؤمنين سيد الوصيين قائد الغر المحجلين قسيم الجنة والنار باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه بيقول لي موت بموت والله لن يكون موسى أفضل منه عند اليهود مما هو عندي اقتلوا أنفسكم قالهم موسى فإذا قال لي أبي اقتل نفسك اقتل نفسي أنا لا وجود لنفسي عندي أخي الحسن ريحانة رسول الله هذا ابن الزهراء كل الناس تنسب لأبائها إلا أبناء فاطمة ينسبون لرسول الله كل نسب مقطوع يوم القيامة إلا نسب موصول فأنا مع الحسن كما كنت مع أبي هو معصوم وهذا معصوم ومع الحسين في الليلة الظلماء يفتقد البدر فعلا هاي حفر تنزيل في يوم عاشوراء افتقد أبو الفضل العباس فكان في تلك في تلك السويعات الرأس الرأس الرجل الرجل ماذا أقول فيه أبي الفضل ثم نسأل أو يحق لنا أن نتردد بأن الحسن والحسين نزلا هذا العظيم منزلة نفسيهما الحقيقة لا أدري لماذا التاريخ لم يذكر لنا تفاصيل حياتي هلأ الأخ سعد شو قال قال يمكن يكون محمد بن حنفي أو عبد الله بن جعفر لأنه كان عشريني أبو الفضل آنذاك شو عشريني أخ سعد الإمام الجواد استشهد وهو ابن أربعة وعشرين فما دون السنوات عند هاي الناس ما بتنحسب مثل السنة عندي وعندك نحن بتخلص الرزنامة بنشتري الرزنامة تانية وسنوات تمر من أعمالنا من نحن مخاطبة علمنا الإمام زين العبدين وما أنا يا رب وما خطري هبني لابتداء كرمي هبني لابتداء كرمي فالسنوات عند أبو الفضل مولانا علي بن أبي طالب بالتسعة عشر سنة كان مولى الكونين قد كرس بلا منازع حين هجرته من مكة وقبل هجرته من مكة عندما كان الناس يسمونه قضم وهو ولد صغير يقدم آذان الأطفال في مكة الذين يؤذون رسول الله ويتبعون أبا لهب ومرأته حمالة الحطر طيب سمحت الشيخ هل أبو الفضل هو بعد عن الظهور يعني هو تعامل نعم حتما حتما الرجل كان مبتعدا تماما بعد عن الضوء والإضاءة كان في ظل المعصوم هكذا ارتضى لنفسه وهكذا استكانت نفسه أن يكون في ظل المعصوم لا لأنه بده يعطي للبشرية كلها أن المعصوم يستطيع أن يؤدب بال إن المعصوم وحده الذي يستطيع أن يؤدب هذا الأدب وبالتالي كرس حجية المعصوم صلوات الله وسلامه سلام الله خلاص جزيل الشكر لكم الله يخلي طوال عمر الشكر مصول لكم مشاهدين الأفاضل على طيب متابعتكم هذه تحياة الفريق العام نلتقي بإذن الله إن أذن الرحمن والمنطقة في الأسبوع المقبل سلام الله عليكم عليكم السلام ورحمة الله موسيقى